إذن عن أي مصير للقوات الأمريكية نتحدث في العراق الآن؟ هذا هو السؤال الذي يثار من قبل عدد كبير من المراقبين مصير القوات الأمريكية في العراق سيكون الملف الأهم على طاولة مباحثات بايدن الكاظمين ليس فقط لأنه ملف شائق ومهم لكلا البلدين لكن أيضا لأن الرؤى عن مستقبل الوجود الأمريكي لا تبدو متطابقة بين الطرفين على الأقل حتى هذه اللحظة الكاظمي يجدد التأكيد في الأيام الأخيرة على فكرة أن العراق لا يحتاج إلى الوجود العسكري الأمريكي ويمكن أن يحل محله تعاون في مجالات التدريب والتسليح تصريحات قراءها المراقبون بأنها محاولة من الكاظم لتهديئة غضب الأطراف الرافضة للوجود الأمريكي فالقوى السياسية في البرلمان تنقسم إلى ثلاثة معسكرات فيما يتعلق بهذا الوجود أي الوجود الأمريكي القوى الشيعية التي صوتت على إخراج القوات الأمريكية بعد ثلاثة أيام من مقتل سليماني والمهندس وتحاول الآن الوقوف في منتصف المسافة بين الانسحاب ومراعاة الظروف الأمنية ومنها تنامي خطر داعش أما الموقف الكردي والسني فقد ازداد خلال السنتين الماضيتين تمسكا بالوجود الأمريكي خاصة بعد تزايد أنشطة الفصائل المسلحة في عدد من المحافظات العراقية وفي المقابل الميليشيات الموالية لإيران تصر بطبيعة الحال على تنفيذ قرار البرلمان وانسحاب القوات الأمريكية بالكامل على الجانب الآخر وفي الولايات المتحدة يتحدث البنتاجون عن إعادة جدولة القوات الأمريكية في العراق لا عن انسحابها كما نخلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين بأن الانسحاب سيكون من نصيب أعداد صغيرة جدا من القوات على أن يعاد تحديد أدوار القوات التي ستبقى داخل الأراضي العراقية وعلى الرغم من ذلك تبدو هناك نقاط للتلاقي بعيدا عن التصريحات الرسمية فالإدارة الأمريكية وبحسب ما كشف مسؤول عراقي للشرق الأوسط ترى أن الجانب العراقي الرسمي يريد بقاء الوجود الأمريكي لكنه يرفض في الوقت ذاته القصف الأمريكي لمواقع الميليشيات الموالية لإيران وأكثر ما يهمه أن لا يتحول العراق لساحة لتصفية الحسابات